يا لها من قوة خفية تتدفق بصنط عبر الأسلاك لتصل إلى منازلنا فتنير مصابيحنا وتشغل أجهزتنا إنها الكهرباء والبطل وراء توليده على نطاف واسع هو المولد الكهربائي هذا الجهاز المدهش الذي قد يبدو معقدا يعتمد في الواقع على مبدأ فيزياء بسيط وأنيق ولم يأتي من لحظة إلهام واحدة بل هو نتيجة قرون من الفضول العلمي والتجارب الدعوبة في هذا الفيديو سنبحر معا في رحلة اكتشافه ونتعرف على أجزائه ونفهم كيف يحول الحركة الميكانيكية إلى تيار متردد لا غنى عنه في حياتنا اليومية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم لم يظهر نولد الكهربائي من فراغ ففي أوائل القرن التاسع عشر كانت العلاقة بين الكهرباء والمغناطسية لغزا كبيرا حير العلماء وفي عام 1820 لاحظ الفيزياء الدينماركي هانزي كريستيان أورستيد بالصدفة أثناء إحدى محاضراته أن إبرة البوصلة الحرف عند مرور تيار كهربائي في سلك قريب منها كانت تلك هي المرة الأولى التي يثبت فيها وجود علاقة مباشرة بين الكهرباء والمغناطسية مما فتح الباب أمام سباق علمي محموم بعد هذا الاكتشاف الملهم تساءل العديد من العلماء إذا كانت الكهرباء يمكنها أن تنتج مغناطسية فهل يمكن للمغناطسية أن تنتج كهرباء؟ كان هذا هو السؤال الجواري الذي شغل بال العالم الإنجليزي العبقري مايكل فاردي الذي قد سنوات في محاولة إثبات هذه الفرضية وفي 29 أغسطس من عام 1831 جاءت لحظة الانتصار التاريخية ففي تجربة بسيطة وعبقرية قام فاردي بلف سلكين معزولين حول حلقة حديدية وصل أحد السلكين ببطارية والآخر بجلفانوميتر وهو جهاز حساس لقياس التيار الكهربائي لاحظ فاردي أنه في حالة توصيل البطارية أو فصلها فقط كان مؤشر جلبانوميتر يتحرك مما يدل على مرور تيار اللحظي في السلك الثاني وهنا أدرك فاردي أن التيار لم يتولد بسبب وجود المجال المعناطيسي الثابت بل بسبب التغير في هذا المجال وهذا المبدأ الذي يعرف اليوم باسم قانون فاردي في الحفل الكهربائيسي والذي ينص على أن أي مجال معناطيسي متغير يولد قوة دافعة كهربائية أو جهد كهربائي في موصل قريب كان هذا الاكتشاف هو حجر الزاوية التي بنيت عليها كل تكنولوجيا المولدات والمحركات الكهربائية وبناء على هذا المبدأ صنع فاردي أول مولد كهربائي بسيط عرف باسم قرص فاردي الذي كان يتكون من قرص نحاسي دور بين قطبين معناطيس على شكل حدوة حصاد مولداً تياراً كهربائياً مستمراً صبيراً إذن أثبت فاردي أن تحويل الطاقة الحركية الميكانيكية إلى طاقة كهربائية أمر ممكن وتطورت المولدات بشكل كبير بعد ذلك ففي عام 1832 بنى الفرنسي بيكسي أول مولد دينامو كهربائي أنتج تياراً متردداً يعتمد على معناطيس يدور أمام ملف ثابت من الأسلاك في كل نصف دورة كان اتجاه التيار يتغير وهذا كان أول تيار متردد يتم توليده وفي أواخر القرن التاسع عشر مع بداية الثورة الصناعية الثالية ازدادت الحاجة إلى مصدر طاقة كهربائية منسوك وفعال تمكن المختارع توماس أديسون من تطوير مولدات تيار مستمر كبير بينما كان نيكولا تيسلا وجورج وستينجهاوس رواداً في تطوير مولدات التيار المتردد مما أدى إلى ما يعرف بحرب التيارات لم يكن تيسلا أول من اخترع مولد التيار المتردد ولكن كانت اختراعاته في هذا المجال حاسمة مما جعلت مولد التيار المتردد عملياً وفعالاً وفي عام 1883 قام تيسلا ببناء أول محرك حثي له وفي عام 1887 و1888 حصل على براءات اختراع لأنظمته المتعددة للأطوار للتيار المتردد والتي شكلت حجر الزاوية في شبكات الطاقة الحديثة أن نولد الكهرباء في أبسط صورة له ليس سوى محول للطاقة إنه لا يولد الكهرباء من العدم بل يحول شكلاً من أشكال الطاقة وهي الحركة الميكانيكية إلى شكل آخر وهي الطاقة الكهربائية لذا فهو يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي وهذا هو جوهر عمله تخيل أنك تضغط على دواس الدراجة هوائية مزودة بدينامو إنك تبذل جهداً عضلياً يتحول إلى طاقة ميكانيكية وهذا الجهد هو ما يدير عجلة الدراجة وبدورها تقوم العجلة بتدوير مغناطيس داخل ملف من الأسلك مما يؤدي إلى توليد الكهرباء والسفر وراء هذه العملية يكمن في مبدأ يعرى بإسم الحث الكهرمغناطيسي عندما يتحرك مغناطيس بقرب موصل مثل سلك النحاسي فإنه يغير المجال المغناطيسي المحيط بهذا الموصل هذا التغيير في المجال المغناطيسي يولد بدوره جهداً كهربائياً والتي نطلق عليها بإسم قوة دافعة كهربائية لأنها تدفع الإلكترونات في الموصل وعندما يكون هذا الموصل جزءاً من دائرة مغلقة فإن هذا الجهد يتسبب في تدفق طيار كهربائي لذلك فإن مولدات الكهرباء الضخمة التي تزود المدن بالطاقة تعمل على نفس المبدأ تماماً ويتم استخدام مصدر طاقة ميكانيكي مثل التوربينات والتي يديرها البخار أو الرياح أو المياه لتدوير ملفاً من الأسلاك داخل مجال معناطيسي تضمن هذه الحركة المستمرة وجود تغيير مستمر في التدفق المغناطيسي مما يولد طياراً كهربائياً بشكل دائم إن فهم هذا المبدأ الأساسي لتحويل الطاقة هو مفتاح فهم كيفية عمل المولدات قد يبدو المولد جهاز معقداً للوهلة الأولى ولكنه في جوهره يتكون من أجزاء أساسية تعمل معاً بتناغم تام دعنا نتخيل أننا نبنيه قطعة قطعة لنفهم كيف يعمل في البداية لدينا المجال المغناطيسي وهو الأضو الثابت وهو مصدر القوة المغناطيسية في أبسط أشكال المولد يمكن أن يكون هذا المصدر عبارة عن مغناطيس دائم له قطبان شمال وجنوب أما في المولدات الضخمة فيستخدم مغناطيس كهربائي وهي عبارة عن ملفات يمر بها تيار كهربائي لتوليد مجال مغناطيسي قوي جداً يمكن التحكم في شدته يظل هذا الجزء فابتاً بينما تدور المكونات الأخرى بداخله والعنصر الثاني في تركيب المولد الملف والذي يمثل الجزء الدوار هذا هو قلب المولد النابض وبدلاً من استخدام سلك مستقيم واحد يتم استخدام ملف مكون من عدد كبير من ألفات للسلك النحاسي معزول يثبت هذا الملف على محور يمكنه الدوران بحرية داخل مجال مغناطيسي والجزء الثالث هو نظام التوصيل وهو عبارة عن حلقات الإنزلاق وفرش الكربون فبعد أن تولد الكهرباء داخل ملف الدوار كيف يمكن أن ننقلها إلى دائرة خارجية مثل مصباح أو شبكة كهربائية ولحل هذه المشكلة يأتي دور حلقات الإنزلاق وفرش الكربون يتم توصيل طرفي الملف بحلقتين معدنيتين ومع زولتين عن بعضهم البعض تدوران مع الملف وتلامس كل حلقة بشكل دائم قطعة ثابتة من الكربون أو لجرافيت وتسمى فرشة ولأن الكربون مادة منوصل الكهرباء ومقاومة للاحتكاك تسمح الفرش بنقل التيار من الحلقات الدوارة إلى الأسلاك الثابتة للدائرة خارجية مما يضمن تدفقاً مستمر للكهرباء قد يبدو استخدام سلكاً واحداً سيكون ضعيفاً جداً وهنا تكمن عبقرية استخدام الملف الدوار فبدلاً من الحركة الخطية نستخدم الحركة الدورانية وهي أسهل في الإنشاء والاستمرار فكر في دوران عجلة إن الحركة الدورانية أسهل في الإنشاء والاستمرار مقارنة بالحركة الخطية فيهاباً وأياباً والأهم من ذلك أن الملف يتكون من جانبين يتحركان في اتجاهين متعاكسين في نفس اللحظة داخل المجال المعناطيسي وهذا يعني أن الجهد المتولد في أحد الجانبين يضاف إلى الجهد المتولد في الجانب الآخر مما يضاعف القوة الدافعة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك فإن لف السلك لعدد كبير من اللفات يضاعف هذا التأثير آلاف المرات حيث يتم جمع الجهد الصغير المتولد في كل لفة معاً مما ينتج عنه جهداً كهربائياً كبيراً وقوياً كما أن زيادة مساحة الملف تسمح له بقطع أو التقاط كمية أكبر من خطوط التدفق المعناطيسي في كل دورة مما يزيد من الجهد الناتج أيضاً والآن بعد أن فهمنا التركيب دعنا نتتبع رحلة توليد التيار المتعدد خلال دورة كاملة للملف بمعنى 360 دعجب وكيف يغير اتجاه التيار وقيمته بشكل دوري مما ينتج عنه موجة جيبية مميزة تخيل أن الملف يبدأ دورانه من الوضع الرأسي ولنبدأ مع الخطوة الأولى وهي الزاوية سفر أي عندما يكون الملف في الوضع الرأسي وهنا يكون الملف عمودياً على خطوط المعناطيسي وفي هذه اللحظة يتحرك الجانبان العلوي والسفلي للملف بشكل موازي لخطوط المعناطيسي إنهما ينزلقان مع الخطوط بدلاً من قطعهما والنتيجة أن الجهد يساوي سفر بما أنه لا يوجد قطع لخطوط المجال فإن القوة المؤثر على الشخنات تكون سفر وبالتالي لا يتم توليد أي جهد كعربائي أو تيار كعربائي في هذه اللحظة وبالانتقال إلى الخطوة الثانية وهي عندما يكون الملف يصنع الزاوية 90 درجة أي يكون في الوضع الأفقي وهنا يكون الملف قد دار ربع دورة وأصبح موازن لخطوط المجال المعناطيسي والآن يتحرك أحد الجانبي الملف إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل قاطرين خطوط المجال المعناطيسي بشكل عمودي تماما وبأقصى سرعة ممكنة والنتيجة الجهد يكون أقصى قيمة له وهو في اتجاه الموجب لأن الموصلات تقطع المجال المعناطيسي بأقصى معدل ويتم توليد أقصى جهد كعربائي وهو جهد الذروة باستخدام قاعة اليد اليمنى لفليمينغ نجد أن التيار يتضفق في اتجاه معين عبر الدائرة الخارجية أما الخطوة الثالثة عندما يصنع الملف زاوي مقدارها 180 درجة وهو في الوضع الرأسي المقلوب وهنا يكمل الملف نصف الدورة ويعود إلى الوضع الرأسي ولكنه مقلوب ومرة أخرى تتحرك الموصلات بشكل موازل خطوط المجال والنتيجة الجهد سوى سفر كما في البداية ينخفض معدل قطع خطوط المجال إلى الصفر وبالتالي ينخفض الجهد المستحاس إلى الصفر مرة أخرى أما الخطوة الرابعة عندما يصنع الملف زاوي 270 درجة وهو الوضع الأفقي المعاكس وهنا يكمل الملف ثلاث أرباع الدورة ويصل إلى الوضع الأفقي مرة أخرى ويستمر جانبان منف قطع خطوط المجال بشكل عمدي وبأفصى معدل ولكن في الاتجاه المعاكس والنتيجة الجهد يساوي أقصى قيمة سالبة يتم توليد جهد الذرو مرة أخرى ولكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس وتكون القطبية سالبة وهذا يؤدي إلى انعكاس اتجاه تدفق التيار في الدائرة الخارجية وهذا الانعكاس الدوري هو جوهر التيار المتردد الخطوة الخامسة زاوية 360 درجة وهي العودة إلى نقطة البداية وهنا يعود الملف إلى وضع الرأس الأصلي مكملا دورة كاملة والنتيجة الجهد يساوي صفر ويعود الجهد والتيار إلى الصفر وتكون هذه دورة كاملة للتيار المتردد وتتكرر هذه الخطوات الخمس خمسين أو ستين مرة كل ثانية في معظم شبكات الكهرباء حول العالم وهذا ما نقصده عندما نقول أن تردد الكهرباء خمسين أو ستين هيرتز في يومنا هذا تطورت صناعة المولدات وتنوعت أحجامها واستخداماتها بشكل كبير فنجدها في قلب محطات توليد الطاقة العملاقة سواء كانت حرارية تعمل بالبخار الناتج عن حرق الفحم أو الغاز الطبيعي أو نووية تستخدم الطاقة النووية كما أن المولدات هي قلب محطات طاقة الرياح والخلايا الشمسية بشكل غير مباشر وعلى الجانب الآخر نجد المولدات الصغيرة في حياتنا اليومية من دينامو الدراج الهوائية الذي يضيء مصابيحها إلى المولدات الاحتياطية التي تزود المنازل والمستشفيات والشركات بالكهرباء وذلك عند انقطاع التيار الكهربائي وحتى في السيارات حيث يعمل المولد والذي يعرف بالدينامو على شحن البطارية وتزويد الأنظمة الكهربائية بالكهرباء أثناء حركة المحرك إن المولدات ليست مجرد آلات بل هي ركيزة أساسية تقوم عليها البنية التحتية لحضارتنا التكنولوجية وفي النهاية المولد الكهربائي هو تحفة هندسية تجسد جمال الفيزياء التطبيقية إنه يترجم أحد أعمى قوانين الطبيعة وهي العلاقة بين الكهرباء والمعناطيسية إلى قوة عملية شكلت عالمنا الحديث ففي كل مرة تضغط فيها على مفتاح الإضاءة تذكر تلك الحركة الأميقة للملف الدوار داخل المجال المعناطيسي تلك الدورة المستمرة من الصفر إلى الذروة ثم إلى الصفة مرة أخرى التي تحدث بسرعة لا تدركها العين لكنها قوية بما يكفي لتشغيل حضارة بأكملها وربما في المستقبل ستعمل المولدات في بيوتنا على تحويل طاقة الرياح والشمس مباشرة إلى كهرباء دون الحاجة لمحطات ضخمة إن كنت قد وصلت إلى هنا عزيز المشاهد فإني أشكرك وأتمنى إن أعجبتك الحلقة أن لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أشكركم أعزائي المشاهدين وحتى نوعدنا مع الحلفة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر